على جميع دوريات ترابط في موضعها منذ سنوات مضت ولأول مرة في قرفة عمليات شرطة النجدة لحج تعود للعمال في المحافظة عمان مر على تدمير مقر قيادة الشرطة من قبل الجماعات المسلحة وما تبقى منها كان عبارة عن أطلال نزولكم لتدشين فرع عمليات النجدة في محافظة لاحج وكذلك النزول في مبنى النجدة فرع لاحج برضا وهذا الفرع المدمر إمامكم والناشد وزارة الداخلية بالعمل وترتيب هذا المعسكر ودى بدأ أفراد منهم العمل الجديد بتدشين مهمتهم منذ تحرير المحافظة من مليشيا الحوث وقبلها تنظيم القاعدة حيث تعود غرفة العمليات الشريان الرئيسي بين الأجهزة الأمنية وكيادات التحالف كنا إلى فترة غريبة جدا نمارس عملنا من خلال الدورية ولكن هذه القرفة سهلت علينا الكثير للتواصل عبر أجهزة الدولة المختلفة بما فيها وزارة الداخلية أو قوات التحالف العربي أو رئاسة الجمهورية ورحنا إن شاء الله مستمرين في تطويرها إلى الأفضل إن شاء الله وعلى الرغم من شاحة الإمكانيات من حيث التجهيزات والدعم إلا أنها أثبتت فعلياتها من خلال الإنجازات التي حققتها في الميدان وذلك عبر التواصل بشكل أسرع مع مختلف القطاعات الأمنية وتسهيل عمل الأجهزة والتنسيق فيما بينها والحمد لله استطعنا إلغاء القبض على كثير من المطلوبين أمنيا كذلك إيقاف وضبط العديد بما فيها تهريب السجائر والمشتقات النفطية كذلك القبض على مجموعة من الوروجي المخدرات وفي خضم هذا الإنجاز تبرز أمام أفراد شرطة النجة في الميدان العديد من السعوبات توعيق عملهم نقص في جميع الاتقاءات حتى الرواتب شهر يستلموه وشهر ما يستلموه ثلاثة شهر في عام كامل استلمته الأفراد هذين قدامك ثلاثة شهر والباقي ما أحد استلم جبهات تقيم إنها الناس المسلحين الناس مروحين على بيوتهم الناس يمروا بالأطقم ولكن ما فيش أي قراءات أمنية كبطايا تصريحات من قبل وزارة الداخلية تسهل عمل الأفراد هذه يجلس حانب فيه المسلح من الجبهة حامل أربيجي حامل دشكة حامل لطق طغم حامل أفراد ولكن ما عنده هاي تصاريح من الجبهة بالإضافة إلى شحة الدعم وغياب الاهتمام الكافي الذي يخدم العمليات الأمنية في المحافظة مختار جعتل لقناة بلقيس محافظة الحين